أشهد نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مركز جامعة حضر موت لطب الأسرة وقال الخنبشي أثناء زيارته للمركز بالمكلة ومعه رئيس الجامعة الدكتور محمد خنبش أن مثل هذه المراكز الطبية والتي تقدم خدمات الرعاية الطبية للمرضى بالرغم من الصعوبات في الجانب الصحي هي محل تقدير واحترام الحكومة التي تحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية في كافة المستشفيات والمرافق الصحية في اليمن وتطرق نائب مدير المركز عبد الرحمن باشعيب إلى خدمات الأقسام والعيادات التي يضمها المركز واستقباله لجميع حالات بما فيها الحميات إلى جانب الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وسحة الأم والطفل موضحا أن المركز استقبل قرابة 2500 حالة منذ افتتاحه قبل عامين وأشار إلى أن المركز مجهز بأجهزة ومعدات طبية حديثة وآخرها وصول جهاز الأشعة التلفزيونية مقدم من الشركة العربية للأسمن كما أن المركز يضم نظام حاسوب ويعد الأول من نوعه في مجال التطعيمات ترجمة نانسي قنقر